اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطابعة قناة مختصة وتهتم بعالم الفلاحة خاصة الاشجار المثمرة منها التفاحيات معلومات جديدة وحصرية كل يوم اتقاسمها وياكم من الميدان مباشرة اهلا ومرحبا بكل المتابعين اذا كنت اول مرة تصل الى القناة يمكنك الاشتراك في القناة لكي تصلك فيديواتنا بسهولة وبسرعة كما يمكنك ضغط زر الاعجاب وايضا ترك تعليق يحفزنا او فيه استفسار بدون اطالة سنتطرق الى موضوعنا اليوم كما تلاحظون هذه شجارة تفاح بعمر 6 سنوات ها هي بدأت تتفتح الاوراق والبراعم الثمارية التي ستتحول الى ازهار متفتحة بيضاء قريبا ومنها الازهار تعقد لتصبح ثمار طبعا معلومة يعلمها اكثر الفلاحين لكن ما سنتطرق اليه اليوم هو بعض العناصر التي يتم رشها في هذه المرحلة بالضبط وبعدها بثلاثة ايام او اربعة ايام لكي نتحصل على انتاج غازير وفير وستعقد ثمارنا بشكل جيد وممتاز ونتخلص بعض الشيء من مشكل سقوط الثمار وايضا الوصول الى النتيجة التي نريدها او بتقريبيا بشكل جيد وممتاز موضوعنا اليوم هو مادة البور والزينك البور والزينك طالما يتم اقتران المادتين مع بعض لذلك الجميع يقول بور زينك لكننا نقول البور والزينك وبالاهم وبالاخص مادة البور ما هي مادة البور؟ البور مادة من العناصر الصغراء التي تحتاجها الشجرة في نشاطها لكي تغذي مصارها يعني النسغ يكون جيد ويأتي بهذه المغذية الى الاوراق والازهار ثم تغذية الثمار والاوراق ويساهم ايضا في الحفاظ على شجرتنا ونموها بشكل طبيعي او بشكل جيد متى يتم الرش البور والزينك؟ البور والزينك اصدقائي ومتابعي الفلاحة يمكن رشه على اربع فترات في العام قلت اربع فترات في العام الفترة الاولى تبدأ عند انتهاء الموسم يعني بعد جني الثمار مباشرة نقوم برش البور والزينك بحيث تقوم الشجرة بتخزين هذه المادة وتحافظ عليها انتظارا للانطلاق في هذا الموسم يعني في بداية الرابع ومنتصف الرابع عندما تتحرك شجرتنا وتبدأ في الانطلاق وتتفتح البراعم في هذه اللحظة او في هذه الفترة تجد الشجرة مخزون البور والزينك جاهز لامتصاصه واستعماله ليعطي لنا افضل انطلاقه المرحلة الثانية قبل المرور الى المرحلة الثانية اصدقائي الفلاحين او المتابعين اذا لم تشترك بعد في القناة يمكنك الاشتراك الان ودعمونا وايضا بضغط زر الاعجاب والتعليق لان تعليقاتكم محفزة ونحتاجها لكي تظهر في تيواتنا لكل الفلاحين والمتابعين والمهتمين بعلم الفلاحة اذا لم تدعموا انتم المهتمين بعلم الفلاحة قناتنا فلن يدعمها احد وبذلك سيموت المحتوى الفلاحي على المواقع الالكترونية وبذلك لن نستفيد من بعضنا البعض لذلك الواجب عليكم فضلا يعني وليس امرا ان تدعمونا بتعليق يحفزنا وفيه استفسار وايضا الاشتراك في القناة قلنا المرحلة الاولى لرش البوروزينك هي مباشرة بعد قطف الثمر المرحلة الثانية وهي التي نتكلم عليها الان وهي عندها تفتح اوراق شجارتنا وعندها يعني هذه المرحلة مرحلة الطربوش الاحمر وان كانت هذه المرحلة هي خاصة برش مادة وقائية اخرى تحارب الفطريات نسميها الكبريت الميكروني لكن يفضل قبل الكبريت الميكروني يعني الكبريت الميكروني لكي نرشه يجب ان تكون حوالي 80-80% من ازهارنا في مرحلة الطربوش الاحمر ما معنى الطربوش الاحمر هذا الشكل هو الطربوش الاحمر يعني اشجار شبه او اوراقنا توشك على التفتح الاوراق بيضاء لكنها الان هنا حمراء وقريبا ستتفتح لتصبح بيضاء اما في هذا الشكل بالضبط نسميه الطربوش الاحمر لكن قبل وصول اشجارنا الى نسبة او معدل 80% من الطربوش الاحمر يفضل رش مادة البور والزنك لماذا الاهمية تكمل اهمية البور والزنك في هذه المرحلة يعني قبل تفتح الازهار وقبل اكتمال معظم الاشجار او اكتمال وصولها الى مرحلة الطربوش الاحمر مثل ما تلاحظون تكمل اهمية البور والزنك في الحفاظ على هذه الازهار وتثبيتها وتخلص من مشكلة سقوط الازهار وان تعددت مشاكل سقوط الازهار واسبابها يمكن سنعمل فيديوهات اخرى توضيحية لان هذا موضوع اخر مشكلة تساقط الطمار كما يمكنكم ورجعت القناة فهناك فيديوهات اخرى تخص مشكلة تساقط الطمار فقط ادخل الى القناة الى الفيديوهات وابحث بشكل طبيعي ستجد فيديوهات في هذه المواضيع لكننا سنتطرق في فيديوهات قادمة بحول الله حول هذا الموضوع قلنا البور والزنك يساهم في تثبيت الازهار في مكانها هذه النقطة الاولى النقطة الثانية يساهم في عقدها بشكل جيد وممتاز لان هناك بعض الاشجار تقوم بازهارها وورودها تقوم تتفتح بشكل جيد لكنها لا تعقيد الصمار وذلك لعدة اسباب منها نقص المواد الغذائية وبالضبط مادة البور والزنك هذا النقطة الثالثة هذه النقطة الثانية نعم سنتطرق الى النقطة الثالثة قبل ستطرق الى النقطة الثالثة صديقي علق في الفيديو قم بالتعليق في الفيديو شاركوا مع اصدقائي كلمة لا لكي تعمل فائدة اصدقائي الفلاحين المرحلة الثالثة التي يمكن فيها رش البور والزنك هي مرحلة عقد الثمار يعني بعد ان تعقد ثمارنا يعني هذه الورود التي ترونها الان التي هي في مرحلة نسميها الطربوش الاحمر ثم تتفتح الى اللون الابيض ثم تأتي مرحلة التلقيح ثم سقوط البتلات لكي تبدأ مرحلة العقد بعد العقد يعني تصبح ثمارنا مرئية وتصل الى حبة مثلا حبة حمص نعم حبة حمص يعني بشكل حبة حمص اقصد قطر الثمرة في هذه المرحلة ايضا يمكن رش او من المستحسن رش مادة البور والزنك لماذا؟ فوائد البور والزنك في هذه المرحلة في هذه المرحلة اصدقائي البور والزنك ضروري جدا للثمار من اجل المحافظة عليها وعدم سقوطها وايضا العقد بشكل ممتاز وايضا تصبح ثمارنا بشكل جيد قابلة للنمو والتطور لكي يعني تصبح ثمرة جيدة وممتازة خالية من الامراض خالية من نقص العناصر هذا بالاضافة الى الكثير من العناصر الصغرى والتسميد الذي نظيفه فكل هذا له دور هام ووجيد في مرحلة عقد الثمار من اجل نجاح شجارنا وثمارنا كل هذا سنتطرق اليه في فيديوهات اخرى قادمة فقط ابقوا متوفية لقناتنا وسننشره معكم كله كبيرة وصغيرة هذا الدرس نظري اليوم لكن عندما اقوم برش كل هذا واستعمال كل هذه المواد التي ذكرتها ايضا سأقوم بعمل فيديو فقط انا متأخر بعض الشيء لان المنطقة التي توجد فيها مستثمرتي يعني هي منطقة باردة جدا على علو اكثر من الفين متر على سطح البحر وهي من ابرد المناطق هنا في بلاد الجزائر تحية لكل متابعين من الجزائر ومن كل بقاع العالم من شمال افريقيا او من المشرق العربي متابعي او في قناة الفلاحة والطبيعة اتمنى ان تكونوا بخير وعافية دمتم في رعاية الله والى اللقاء نرتقي في فيديو قاتم بحول الله الى اللقاء